رفض المصرف البريطاني إعطاء الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو ما قيمته مليار ومئتي مليون دولار من السبائك الذهبية الفنزولية المدعى في البنك حسب ما صرح مصدر مطلع يوم السبت ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر لم يذكر اسمه قوله بأن القرار تم بعد أن قام مسؤولون أمريكيون كبار بالضغط على زملائهم في المملكة المتحدة لمنع وصول الأصول المالية الخارجية إلى مادورو